8 ملايين عراقي يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة حسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أكثر هؤلاء يتوزعون بين محافظات نينوى والتأميم والأنبار حيث دارت الحرب ضد تنظيم الدولة طوال السنوات الثلاث الماضية تلك الحرب التي خلفت دمارا كبيرا دفع مجلس النواب إلى إعلان 20 مدينة وبلدة عراقية كمناطق منكوبة ما يعني وفقا للقانون العراقي أن يتم تسخير كافة إمكانية الدولة لها بما فيها موازنة الطوارئ والتركيز ماليا وخدماتيا على تلك المنطقة أبرز تلك المناطق التي عدها البرلمان منكوبة مدينة الموصل والرمادي وبيجي وسنجار والفلوجة والقائم وبلدات أعالي الفراد والحواجة وسهل نينوى وجرف الصخر حيث بلغت نسبة الدمار في بعض مناطقها نحو 90% كما سقط عشرات الآلاف من سكانها بين قتيل وجريح ومفقود رغم ذلك فإن أي من هذه المدن والبلدات لم يلقى من قبل حكومة العبادي أي اهتمام يذكر فاجتمعت عليها نكبة الحرب ونكبة الإهمال الحكومي واقع مأسوي يؤكده مسؤولون بوزارة التخطيط في حكومة العبادي بالقول إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العربية والدولية قدمت لسكان المناطق المنكوبة أكثر مما قدمته الحكومة لها بل إنها تجاوزت ذلك لدرجة أنها لم تدفع مرتبات الموظفين في أغلب هذه المدن تحت مزاعي مواهي تتعلق بالأمور الإدارية الروتينية مثل تدقيق الأسماء من جهتهم يرى نواب في البرلمان أن قوانين المناطق المنكوبة باتت مجرد حبر على ورق ولم يتم تنفيذ أي من شروطها حتى الآن مضيفين أن قرارات صدرت بشمول الكثير من المدن بالمساعدات والمنح لكن شيئا من ذلك لم يطبق على الأرض وهو ما يؤشر إلى مخالفة دسورية وجريمة أخلاقية ترتكيبها الحكومة بمشاركة البرلمان الذي يغض الطرف عن كل ذلك مقابل تحقيق مصالح كتله السياسية